جملة من المواقف أطلقها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من القصر الجمهوري في بعبدة بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية ميشيل عون فسعد الحريري يسير بأي قانون للانتخاب ومن لا يريد الفراغ عليه البناء على الإيجابيات وأما فرد العضلات وحشر الفرقاء لا يفيد والمطلوب العمل الجدي على إنجاز قانون للانتخاب بعد أن سئم الشعب اللبناني لسيما الشباب من اللت والعجن أنا إذا بدي أطرح شيء يعني ما حاجي أخب عليكم سمعت أنه في طرح فأتفتش بجواري ريواني الطرح هذا ما أطلع في عندي شيء بالجرور بس الطرح الوحيد اللي عندي هو أنه هالإيجابية اللي نحن بنينا مع بعض مع الجميع حتى نوصل لحل أدري أن نوصل لحل وأنا برأيي أنه هذا هو الطرح الحقيقي أنك تجيب كل المكونات السياسية إلى الالتقاء في مكان ما أن نكون نحن كلنا متفقين عليه أنا سعد حريري قلت أنه أنا إذا ما هيكون فيه قانون انتخاب بحكومتي سأعتبر حكومتي فشلت أنتو بتعرفوا رأيي بالنسبية صح ولا لأ وأنتو بتعرفوا رأيي بالمختلط حتى بس أنا مشيت لأنه إذا بترجعوا على أيام الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري بس أما كان فيه قانون اسمه قانون الستين أيامه وعمين عمل فبقوموا بيقولوا له الله يرحمه الشهيد أنه اللي هن الناس كانوا مفكرين أنه هو معارض لأنه ما بدوا بدوا الانتخابات على 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 أنون الألفان يوم مثلا فشو قال لهم الله يرحمه قالوا عملوا الأنون اللي بدكم إياه وأنا بنزل على الانتخابات وبالنسبة لبيروت بنزل بالمنطقة الأصحى صح ولا لا سعد الحريري عم يجي يقول نفس الشي عملوا الأنون اللي بدكم إياه وسعد الحريري بيمشي بأي أنون الرئيس الحريري تحدث عن ضرورة تحسين التمثيل متحدثا عن تضحيات من الجميع وأما عن التصويت في مجلس الوزراء فأكد الحريري العمل حتى الضقيقة الأخيرة للتوافق بالسابق صار فيه أنون انتخابات نحن ما كنا موجودين بالحكومة صح ولا لا ولا حدا نسأل رأينا وتم التصويت عليه ها وفيه فريق سياسي تحفظ عليه ها مش رفضوا تحفظ عليه ها حتى نكون دقيقين وما حدا نسألنا رأينا فلذلك أنا يعني بس ما شوف هيك وبشوف أنه أنه عم نتعامل بمعايير مختلفة من محلات بستغرب بس برضو أنا كسعد الحريري بقولكم وفخامة الرئيس كمان نحن ما بدنا نروح على التصويت لأنه هاكي يعني من باب التحدي لأنه نحن شايفين أنه التوافق اللي موجود اليوم على 95% من الأمور موجود الحريري أكد أن الرئيس عون كان مصغيا بشكل إيجابي خلال اللقاء وأنه لا يريد الفراغ بل الحلول التي سنعمل عليها ليلة نهار ترجمة نانسي قنقر